انا بدأ يا ربنا كتير يعني ساعات بيقف عارفة يا ابس يعني لا يقف من روح الله لقوم الكافر بس عارفة كترة ما انا بدأ ممكن اخد فترة دي بعدين عن الأوراد والصلاة يا سيدنا محمد بعدين بسير فإيه الحل الابتلاء ايه نوع الابتلاء يا زهراء مرض كذا حي في البيان يعني ابتلاء من نوع مرض عقيل في الزواج ومرض عند أختي وكذا كذا حي اه تمام حاضر يا زهراء هجوا بك ان شاء الله الله جل وعلا يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبعدين يقول ايه وبشر الصابرين منهم يا رب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون تأخرت عن الزواج عليك بكثرة الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا عليك بالآية الكريمة رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين عليك بالصلاة في وقتها عليك بالرضا ارضي بما قسم الله لك وإن شاء الله يرزقك الله سبحانه وتعالى طيب عندك شوية بلاء عندك شوية مرض فقد حبيب أو فقد قريب أو فقد صاحب أو فقد صاحبة أو حد من الأقارب مات اصبري ومصابنا في كل هذا أن رسول الله مرض وأن رسول الله مات صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون في يوم سدنا النبي مرض فالصحابة لأوا المرض عليه شديد فألو له يا رسول الله إنك توعك كما يوعك رجلان منا أذلك أن لك أجران قال نعم صلى الله عليه وسلم وكان سدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأحزان متواصلة في حياته يعني يولد ولم يرى أباه ثم تموت أمه ثم يموت جده ثم يموت عمه ثم تموت زوجته ثم يموت أولاده الذكور الثلاثة ثم تموت بناته الإناث الثلاثة ولا يتبقى إلا فاطمة الزهراء ابنته رضي الله عنها وأرضاها ويصبر صلى الله عليه وسلم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب اصبري واحتسبي ولك الأجر والمثوبة عند الله جل وعلا ترجمة نانسي قنقر